شكرا لك تسبيح الولايات المتحدة تقول انها تبحث في وسائل استهداف انتاج الطائرات المسيرة الايرانية خطوة امريكية تأتي بعد ايام من تصريحات صدرت عن واشنطن اكدت فيها ان الطائرات المسيرة الايرانية تشكل احد اكبر مصادر التهديد على استقرار المنطقة هذا بالطبع اضافة للتقارير حول تزويد ايران لروسيا باعداد كبيرة من طائرات شاهد المسيرة الانتحارية التي تستخدمها روسيا في العمليات الجارية في اوكرانيا فهل تنجح الجهود الامريكية بهذا الصدد وما هي الوسائل التي تدرسها واشنطن لمواجهة هذا التهديد ينضم الينا الان من واشنطن كبير الباحثين في معهد هادسون مايكل براجونت سيد براجونت مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الاخبار نتحدث عن هذه الصناعة التي اصبحت ايران تتقنها بشكل كبير هذه الايام صناعة المسيرات ايران كما نعلم تعمل على هذا المجال منذ ثمانينيات القرن الماضي منذ فترة طويلة وعلى ما يبدو تمكنت من الوصول الى مستوى تقني عالي في هذا المجال والدليل انها تبيع الكثير من هذه المسيرات لاطراف مختلفة من بينها روسيا هل يمكن القيام باي شيء الان ام ان القطار فات كما يقول البعض على اتخاذ خطوات لعرقلة هذه الصناعة الايرانية شكرا لاستضافتي وعاما سعيدا لكم اعتقد ان هذه قضية خطيرة وعلينا ان نفعل شيئا وما اعنيه بهذا هو ان ايران قد نشرت هذه المسيرات في اوكرانيا وروسيا تستعمل تلك المسيرات والولايات المتحدة فرضت عقوبات ولكن حين لا يتم تطبيق العقوبات فليس هناك عقاب اذا نحن نرى زيادة استعمال المسيرات الايرانية في اوكرانيا وتجهلنا ما تفعله ايران ايضا في الشرق الاوسط في المنطقة وما عنيه بهذا هو اننا لم نعطي حلفاءنا في المنطقة القدرة لاسقاط المسيرات والان هذه المسيرات تستعمل في اوكرانيا ولكن ما هو مثير للقلق اكثر بالنسبة لي هو ان المسيرة التي اسقطت مؤخرا في اوكرانيا كانت فيها مكونات امريكية وفيها تكنولوجيا امريكية في تلك المسيرة لم ينبغي ان تكون هناك بسبب العقوبات ومرة اخرى لو ان ادارة بايدن لا تعزز العقوبات وادارة ايضا ترامب لو لم تفعل ذلك فان تلك المكونات لم تكن لتسقط او تقع في ايد الايرانيين اعتقد اننا متخلفون بشأن القيام بشيء ما وربما الامر الوحيد الذي يمكن ان نفعله هو تقديم لحلفائنا القدرة لاسقاط واتلافتك المسيرات اثرت الكثير من النقاط التي اللافتة سيد براجل يعني هل افهم من كلامك ان هذه المسيرات الايرانية تتضمن مركبات وقطع واجزاء امريكية الصنع نعم نعم كان هناك تقرير خلال سبع عشرة ساعة الماضية وكان مثلا القلق والبنتاجون ينظر في ذلك التقرير وادارة بايدن ايضا تنظر في تلك التقرير هذا يحدث حين مثلا تتبادل معتقلين في سجون الامريكية ايرانيين معتقلين في سجون الامريكية لشرائهم تكنولوجيا امريكية لتستعمل في برنامج الباليستي الايراني والبرنامج المسيرات الايرانية والبرنامج النابوي الايراني كلهم تم اطلاق صراحهم مقابل رهائن امريكيين هذا حدث اثناء ادارة اوباما بايدن وايضا حدث اثناء ادارة بايدن هاريس وربما حدث في اثناء ادارة ترامب وحين يتم اطلاق خبراء هم خبراء في شراء التكنولوجيا الامريكية لصنع اسلحة فتاكة فهذا ما يحدث ايران تستطيع ان تقدم الان لروسيا مسيرات لقتل المدنيين في اوكرانيا والولايات المتحدة عليها ان تفعل اكثر من فرض العقوبات على ايران وايضا لو كانت هناك عقوبات فينبغي على الولايات المتحدة ان تعاقب ايران لتجاوزها او لخرقها تلك العقوبات ولكنها لا تفعل ذلك مثلا حين يبيعون بطريقة غير مشروعة الغازة والنفط وحين مثلا كانت هناك اصول يحصلون عليها والان رأينا مع المسيرات الايرانية هل الامر مثير للقالق بان ايران لديها انابيب او تحصل على التكنولوجيا الامريكية تجعل الاسلحة فتاكة اكثر وعلينا ان نركز على هذا الامر يعني مسألة فرض العقوبات على ايران هذه مسألة وايران اصبحت الان محترفة في التلاعب والالتفاف على هذه العقوبات الاهم من ذلك هو فرض عقوبات على الشركات التي تصنع هذه المركبات هل ايران بحسب معلوماتك تحصل على هذه القطع بشكل مباشر من شركات امريكية ام عن طريق اطراف ثالثة وربما رابعة وخامسة في الاسواق المفتوحة نعم اعتقد ان هذه هي المعضلة ان الولايات المتحدة مثلا تعاقب هل تعاقب مثلا دولة الامارات او دولة شرقية من اوروبا لبيع لاطراف ثالثة لأولئك الخبراء الذين يشترون الاسلحة والتكنولوجيا الامريكية حتى لا يمنعوا من وقوعها لا اعتقد ان هناك نقلا مباشرا من شركة امريكية الى ايران فهذا سيكون وضعا طبعا غير طبيعي او غير مشروع لتلك الشركات ولكن نحن نعرف بانه حين تكون التكنولوجيا مثلا حين ننقلها الى مدينة معينة او الى معرض معين وتلك التكنولوجيا تسرق من الصين فالصين تسريق التكنولوجيا الامريكية وليس لديها مشكلة في بيع ذلك لايران وروسيا ليس لديها مشكلة وكوريا الشمالية لسيدها مشكلة في شراء تلك التكنولوجيا اذا الصين ربما تكون الطرف الاساسي ولكن تلك المعارض حيث تعرض التكنولوجيا الامريكية وتسرق او تنسخ منها من قبل شركات وأفراد في دول حليفة حين ننظر في كل تلك الأمور ولكن هذا هو الأمر الصعب فمن الصعب أن نجادل مثلا لنعاقب حليفا لمنع إيران من فعل ذلك ولكن ينبغي فرض العقوبات على إيران ولكن حين تنتهك تلك العقوبات لا نعاقب إيران ولكن هذه التكنولوجيا سيد برجنت أصبحت متوفرة الآن بشكل مفتوح بشكل كبير في الأسواق وهناك دول وأطراف عديدة تنتج هذه المسيارات بشكل متقدم وبالتالي هل يمكن بالفعل السيطرة على هذه المسألة حتى لو تم منع هذه الشركات من إيصال قطع الغيار والمركبات للطرف الإيراني يمكن شراء تلك المسيارات التجارية ويمكن تسليحها داعش مثلا سلحت مسيارات من الصعب أن نوقف ذلك ولكن ليس من الصعب أن نعاقب الأشرار مثل إيران وأنظر مثلا إلى الشركات الصينية التي تبيع تلك التكنولوجيا إلى إيران ما إذا كانت تنتهك مثلا القانون الدولي أو العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن مثلا إيران ستستمر في الوصول إلى تلك التكنولوجيا علينا أن نعترف بذلك ولكن هناك أشياء يمكن أن نفعلها ويبدو أن ما يمكن أن نفعله على المدى القصير هو أن نقدم لحلفائنا القدرة لإسقاط المسيارات الانتحارية وأيضا لتخريبها ولنحاسب إيران على هجماتها بالمسيارات في المنطقة تلك التي طبعا تحدث خارج أوكرانيا فربما الشيء المثير الاهتمام في العام الماضي هو أن إيران استعملت مسيارات وصواريخ باليستية لإيقاف مثلا مبادرة أو منشأة نفطية عراقية كانت ستؤذي روسيا ولم يبالي أي واحد بذلك إيران استعملت تلك المسيارات ليس فقط لدعم حليفتها روسيا ولكن أيضا لتؤثر على سياسات نفطية في العراق وهذه قضية في الوقت المتبقي سيد برجنت أشرت إلى مسألة القدرة على التصدي وإسقاط هذه المسيارات وربما هذا الأهم الآن لأن المسيارات أصبحت متوفرة لكثير من الأطراف الآن كيفية التعامل بفاعلية مع هذه المسيارات أولا هل تملك الولايات المتحدة هذه التكنولوجيا القدرة على التصدي وإسقاط هذه المسيارات بشكل فعال وأنا لا أتحدث هنا عن منظومات باتريوت أو شيء من هذا القبيل نتحدث عن نوع آخر من الأنظمة نعم نحن نتحدث عن نظام آخر عن أصول دفاعية نحن نتحدث عن مثلا ما يعادل الزئة الـ 200 وطبعا إنها قطعة عسكرية تسقط الطائرات التي تسير في إطار منخفض ولكن القدرة أيضا لتسيرها أو لتخريبها حيث هناك الكثير طبعا من الأمور في عين الاعتبار شكرا جزيلا لك مايكل بريجانت كبير الباحثين في معهد هدسون كان معنا من واشنطن شكرا لك